السلام عليكم في هذا الفيديو نقدم لكم الحصة الأولى من درس الدالة التألفية والذي يهم تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة من التعليم التانوي الإعدادي القدرات المستهدفة هي كما يلي أولا تحديد صورة عدد بدلة تألفية ثانيا ترجمة وضعية للصيغة FDX تساوي AX زائد B ثالثا إنشاء التمثيل المبياني لدلة تألفية رابعا تحديد صورة عدد بدلة تألفية من خلال تمثيلها المبياني إذن نبدأ بدرس الدالة التألفية الجزء الأول تمهيد نعتبر المستطيل جانبه عرضه L يساوي 2 وطوله L يساوي X زائد 4 X مسافة كما تلاحظون بالشكل جانبه العرض 2 الطول X زائد 4 نعتبر المسافة X نحسب S مساحة المستطيل بدلالة X لدينا قاعدة المساحة مساحة المستطيل الطول في العرض تساوي X زائد 4 في 2 نقوم بالنشر نحصل على 2X زائد 8 الحلقة التي تربط X بالمساحة S لهذا المستطيل تسمى دلاتة آلفية ويمكن أن نعرفها بالكتابة التالية S لX تساوي 2X زائد 8 الجدول يوضح تغير المساحة حسب قيمة X إذا كانت X تساوي 2 فإن المساحة تساوي 12 إذا كانت X تساوي 5 نحصل على المساحة 18 إذا كانت X تساوي 7 نحصل على المساحة 22 وبالتالي نكون قد استخرجنا العلاقة SDX تساوي 2X زائد 8 من خلال هذه الوضعية الهندسية أولا الدالة التالفية تعريف نعتبر A و B عددان حقيقيان معلومان العلاقة F التي تربط كل عدد حقيقي X بالعدد الحقيقي AX زائد B تسمى دالة آلفية معاملها A ونكتب F لX تساوي AX زائد B أو F العلاقة التي تربط كل عنصر أو عدد حقيقي X بالكتابة AX زائد B العدد AX زائد B أو F لX يسمى صورة X بالدالة F مثال أول نعتبر F دالة آلفية معرفة كما يري F لX تساوي 3X زائد 7 العدد 3 هو معامل الدالة F نحسب نحسب صور أعداد 0 و2 بالدالة F لدينا F لصفر نعوض صفر في مكان X فنحصل على 3 ضرب صفر زائد 7 تساوي 7 نقوم نقوم أن العدد 7 هو صورة صفر بالدالة F ولدينا F لإثنان كذلك نعوض العدد 2 في X في صغة الدالة التالفية F ونحصل على 3 ضرب 2 زائد 7 تساوي 6 زائد 7 تساوي 13 نقول أن العدد 13 هو صورة 2 بالدالة F المثال الثاني نعتبر G دالة تألفية معرفة كما يلي G X تساوي نعقص 2X زائد 1 على 3 العدد ناقص 2 هو معامل الدالة J نحصل صور الأعداد 1 ونقص 1 على 3 بالدالة J لدينا G 1 تساوي ناقص 2 مضروبة في 1 نعوض X بالعدد 1 تساوي ناقص 2 زائد 1 على 3 نقوم بتوحيد المقامي العددين مقام موحد هو 3 نحصل على ناقص 5 على 3 إذن العدد ناقص 5 على 3 هو صورة 1 بالدالة J وبنفس الطريقة لدينا J لنقص 1 على 3 تساوي نعوض ناقص 1 على 3 1 مكان X فنحصل على ناقص 2 في ناقص 1 على 3 زائد 1 على 3 جداء عددين سالبين هو عدد موجب نحصل على 2 على 3 زائد 1 على 3 تساوي 2 زائد 1 على 3 لهما نفس المقام تساوي 3 على 3 تساوي 1 إذن العدد 1 هو صورة ناقص 1 على 3 بالدالة J ملاحظة كل دلة خطية هي دلة تآلفية بحيث B يساوي 0 ثانيا معامل الدلة التآلفية خاصية نعتبر F دلة تآلفية والعددين الحقيقيين X1 وX2 بحيث X1 يخالف X2 معامل الدلة التآلفية هو A يساوي F لX1 ناقص F لX2 على X1 ناقص X2 المثال الأول لتكون F دلة تآلفية بحيث F ل3 تساوي ناقص X2 وF ل7 تساوي 14 تحديد A معامل الدلة F باستعمال الخاصية السابقة لدينا A تساوي F ل7 ناقص F ل3 على 7 ناقص 3 نعوض نعوض ل7 بقيمتها 14 وF ل3 بقيمتها ناقص 2 ونحصل على 14 ناقص ناقص 2 على 7 ناقص 3 ناقص ناقص تصبح زائد بمعنى 14 زائد 2 هي 16 على 4 تساوي 4 إذن 4 هو معامل الدلة F التمثيل المبياني لدلة تألفية تعريف فيما لم المتعامل الممنظم O H G التمثيل المبياني لدلة تألفية F هو مستقيم يمر من النقط M ذات الإحداثيات X F لX معنى الأفصول يكون X عدد حقيقي والأرتوب يكون صورة الأفصول بالدلة F F لX المثال الأول نعتبر الدلة التألفية F لX صيغتها تساوي 3X زائد 2 لإنشاء التمثيل المبياني للدلة F نستعمل الجدول التالي النقطتين A وب لنحدد إحداثياتهما انطلاقا من صيغة الدلة F نعوذ مثلا X بالعدد 0 3 ضرب 0 تساوي 0 زائد 2 تعطينا 2 نعوذ مثلا قيمة X بالعدد 1 1 ضرب 3 زائد 2 تعطينا 5 إذن نمثل في معلم متعامد ممنظم OEJ النقطتين A ذات الإحداثيات 0 2 ونقطة B ذات الإحداثيات 1 5 إذن فA أفصولها 0 وأرتوبها 2 وهي كما تشاهدون في الشكل الجانب النقطة B ننشئ إحداثياتها 1 و5 بالأرتوب إذن فالنقطة B هي كما تشاهدون أفصولها 1 وأرتوبها 5 هكذا ننشئ المستقيم المار من A وب والذي يمثل والذي يعتبر تمثيلا مبيانيا للدالة التألفية F ونكتب صيغة الدالة F لـ X ساوي 3 X زائد 2 المستقيم المثال الثاني نعتبر الدالة التألفية المعرفة ب F X تساوي ناقص 3 X زائد 1 لننشئ D التمثيل المبياني للدالة F في المستوى المنسوب إلى معلم متعامض ممنظم O G كما تشاهدون بالشكل جانب باستعمال الجدول ننشئ النقطتين N ذات الإحداثيات إذا أعطينا X 2 ناقص 3 ضرب 2 ناقص 6 زائد 1 ناقص 5 إذا أعطينا X ناقص 1 ناقص 3 في ناقص 1 3 زائد 1 4 وبالتالي نكون قد حصلنا على النقطتين N و M ننشئ النقطة N أفصولها 2 وأرتبها ناقص 5 كما تشاهدون في الشكل جانب النقطة N ذات الإحداثيات 2 ناقص 5 ننشئ النقطة M أفصولها ناقص 1 وأرتبها 4 كما تشاهدون نحصل على النقطة M وبالتالي ننشئ المستقيم D الذي يمر من النقطتين M و N والذي يعتبر تمثيلا مبيانيا للدالة F لX ساوي ناقص 3 X زائد 1 التي نكتب صيغتها على المستقيم D كما يوضح الشكل إذن المستقيم D كخلاصة المستقيم D الذي يمر من النقطتين N و M هو التمثيل المبياني للدالة F رابعا تحديد صورة عدد بدالة تآلفية من خلال تمثيلها المبياني مثال في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم O J كما يوضح الشكل جانبه نعتبر المستقيم Delta التمثيل المبياني لدالة تآلفية F الشكل جانبه الآن لنحدد مبيانيا صورة العدد 3 بالدالة F بمعنى العدد 3 على محور الأفاصيل ننشئ المستقيم بخطوط متقطعة المستقيم العمودي على محور الأفاصيل والمار من 3 يقطع المستقيم Delta في نقطة ثم نقوم بإسقاط النقطة عموديا على المحور الأراتب نسقط النقطة نقطة التقاطع على محور الأراتب عموديا فنحصل على الأرطب 2 إذن فصورة العدد 3 بالتمثيل المبياني للدالة F هي العدد 2 إذن F ل3 نقول F ل3 تساوي 2 لنحدد مبيانيا صورة العدد ناقص 3 بالدالة F بنفس الطريقة نحدد ناقص 3 على محور الأفاصيل ننشئ المستقيم بخطوط متقطعة العمودي على محور الأفاصيل يقطع المستقيم Delta في نقطة ننشئ الإسقاط العمودي لهذه النقطة على محور الأراتيب الإسقاط العمودي يعطينا الأرتوب ناقص 5 كما تشاهدون في الشكل إذن فصورة العدد ناقص 3 بالتمثيل المبياني للدالة F هي ناقص 5 ونكتب F لناقص 3 تساوي ناقص 5 نلاحظة M لX M ذات الإحداثيات XY تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة التألفية F يعني F لX تساوي Y إذن إذا كانت لدينا نقطة M كما تلاحظون بالشكل جانبه ف أفصولها X وأرتوبها F لX بمعنى في هذه الحالة F لX تساوي أرتوب النقطة M M لX وأرتوب Y يساوي F لX هكذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من درس الدالة التألفية إلى لقاء قريب